اطلع رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة على الأوضاع الأمنية والجهود الاستخبارية في تعزيز الأمن والاستقرار ضمن قاطع عمليات صلاح الدينة وذلك بعد ساعات على استهدف قاعدة بلد الجوية بقصف صاروخي وإعادة تقييم الوضع الأمني على الأرض وفي السياق وصف مستشار الأمن القومي قاسم الآرج استهدف القاعدة بالعمل الإرهابي الذي يستهدف تقويد قدرات مواجهة داعش في وقت يخشى سكان مناطق جنوب المحافظة خطر زعزعة الوضع الأمني على الاستقرار وعودة النازحين وإعادة تنشيط الواقع الاقتصادي والعمراني وكشفت خالية الإعلام الأمني عن قيام عصابة إرهابية بقصف قاعدة بلد الجوية بأربعة صواريخ انطلقت من قرى على ضفاف نهر دجلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالة اشتركوا في القناة